اشتركوا في القناة ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فالحديث عن منزلة الأنس بالله تعالى والأنس بالله كما سبق هو روح القرب إلى الله قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فرب العالمين على التحقيق قريب من كل إنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد لكن السالك إلى الله عز وجل الذي لزم ذكر الله تعالى ولزم طاعته يستشعر هذا القرب فإذا استشعر القرب أنس وإذا أنس أحب وإذا أحب اطمئن وقيل الأنس بالله هو استبشار القلب وفرحه بمطالعة الجمال بلا ريب بأن من استشعر قربه من الله عز وجل إن كشف له كرم الله تعالى إن كشف له لطف الله تعالى إن كشف له فضل الله تعالى إن كشف له ستر الله تعالى إن كشف له عطاء الله تعالى فطالع الجمال فاستبشر وفرح قلبه الدرس اليوم علامات الأنس بالله كيف يعرف أحدنا أنه مستأنس بحضرة الله عز وجل أو لم يصل بعد إلى هذه المنزلة علامات الأنس بالله تعالى أربعة أولها ضيق الصدر من معاشرة الخلق إلا معاشرة ومخالطة ترضي الرب تعالى من صلة الرحم ونصيحة لمؤمن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإلا فإن السالك إلى الله عز وجل يحب أن يخلو بربه يحب أن يأنس بحبيبه يحب أن ينفرد بربه فلا يقطع بينه وبين الله تعالى أحد فهو يحب أن يخلو بالله ولا يلتقي أحدا ولولا أن الله عز وجل أمره بصلة الرحم وهو يرى أن صلة الرحم تزيد أنسه بالله تعالى ولولا أن الله تعالى أمره بالأمر بالمعروف وهو يرى بأن الأمر بالمعروف يزيد من أنسه بالله تعالى ولولا أن الله تعالى أمره ببر الوالدين والأولاد وهو يرى أن التزامه بأمر الله تعالى يزيد قربه بالله تعالى وإلا فإنه يحب أن ينقطع عن الخلق فلا يرى منهم أحدا فمن علامة الأنس بالله ضيق الصدر من معاشرة الخلق قال الفضيل طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه ذلك لأن مخالطة الناس أيها الإخوة إذا لم تكن وفق ما أمر الله عز وجل فإنها تعكر صفو ما بينك وبين ربك إما بكذب وإما بغيبة وإما بنميمة وإما بسخرية وإما باستهزاء وإما بسماع كلام الخنى وإما بطبيع الأوقات وكل هذا يقطع بين السالك وبين ربك لكن إذا قوي حال السالك فإنه يصير هو الذي يؤثر في الناس بحيث إنه يدير دفة لقائه مع الناس فجلسته مع الناس إما كما قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم كثير من أحاديث الناس ما فيها خير كثير من أحاديث الناس فيها إضاعة للأوقات كثير من أحاديث الناس ولقاءتهم فيها شرور لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فإذا قوي حال السالك تجد هو الذي يدير دفة لقاءاته مع الناس بحيث اللقاء يكون فيه معروف يكون فيه دعوة إلى الصدقة يكون فيه أمر بمعروف ونهي عن المنكر فإن لم يكون فإن العزلة أحب إليه من الاختلاط بالناس ومن هنا بحث الفقهاء مسألة أيهما أحسن اعتزال الناس أو الاختلاط بهم أما اعتزال الناس فلقول الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا يعني وانقطع إليه انقطاعا وأما مخالطة الناس فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم فأيهما أفضل العزلة أو الاختلاط بالناس والجواب إذا كان الذي سيختلط بالناس قادرا على أن يجعل اختلاطه وفق أمر الله عز وجل وكان قادرا على أن يأخذ بقلوب الناس وأيديهم إلى الله عز وجل فمخالطته للناس أفضل أما إذا كان سيتأثر بشرورهم ولن يجني من مخالطتهم إقبالا على الله عز وجل فالعزلة في حقه أحسن على أن كل سالك إلى الله عز وجل محتاج إلى أن يخلو بربه حينا وقد كان بعض الصالحين يناجي ربه يقول خلوت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني فما بالي أرى ذنبي وأيامي تطاردني فلابد للسالك إلى الله عز وجل من خلوتين مع الله عز وجل من أجل هذا أيها الإخوة كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأخير من رمضان واعتكف سنة في العشر الأول ثم العشر الثاني ثم العشر الثالث فاعتكف شهرا كاملا وفي رمضان من الرمضانات النبي صلى الله عليه وسلم فاته الاعتكاف فاعتكف في العشر الأول من شهر شوال وكان فيما بعد يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان وفي بداية الدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بربه في غار حراء الليالي ذوات العدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بحضرة الله تعالى فالسالك إلى الله لا بد من فترة يخلو بها بربه من أجل أن يصل إلى حالة الأنس فعلامات الأنس بالله تعالى أربعة أولها ضيق الصدر من معاشرة الخلق إلا مخالطة ترضي الرب تعالى الثاني إن خالط فهو كمنفرد في جماعة وغريب في حضر مخالط بالبدن منفرد بالقلب إن اضطر إلى المخالطة طيب أخي أنا بدي أنزل على شغلي والشغلي بدي أنزل بدي يشوف ناس في طريقي وبيدي أصلا بالعمل كمان في أصحاب لي في من يعملون معي أنا بدي أنزل على دراستي عندي دوام بالجامعة عندي دوام بالمدرسة وكلها ناس ولا بد يعني بدي مرء للسلام عليكم يرونني وأراهم أنا يا أخي بدي أععد مع أهلي قال إن خالط من علامات الأنس بالله فهو كمنفرد في جماعة يعني صحيح هو موجود مع جماعة لكن في قلبه موجود مع واحد هو الله جل جلاله وغريب في حضر صحيح أعد مع أناس داخل المدينة لكن يرى نفسه غريبا عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغرباء مخالط بالبدن منفرد بالقلب كانت السيدة رابعة تقول منشدة تخاطب ربها تقول إني جعلتك في الفؤاد محدثي أنا نظر قلبي دائما إلى الله أنا سماع قلبي دائما لأوامر الله أنا مراقبة قلبي دائما مع حضرة الله تعالى إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي إذا احتجت أن أجلس مع الناس فأنا أجلس معهم بس أجلس بالجسم أما القلب فهو مع الرب إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي فمن علامات الأنس بالله أنه إن خالط فهو كمنفرد في جماعة قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في وصف هؤلاء المستأنسين بحضرة الله تعالى قال هم قوم صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى نزول إلى الدنيا عمل في الدنيا لقاءات أجل الدنيا في البدان بس الروح في مكان آخر بس القلب في مكان آخر قال هم قوم صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه والطبع يا أخوان الداعي إلى الله عز وجل إذا لم يكن له أنس بالله عز وجل فكيف سيقرب الناس إلى الله إذا لم يكن له صلة بحضرة الله عز وجل فكيف سيصل الناس بالله إذا لم يكن له أنس بحضرة الله عز وجل فكيف سيتذوق من يسمع كلامه الأنس بحضرة الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا مستأنسة بحضرة الله عز وجل ومشغولة بحضرة الله علامات الأنس بالله تعالى أربعة العلامة الثالثة الشوق إلى الخلوة والانفراد ليناجي ربه ويتلو كتابه ويدعوه ويحدثه ينتظر اللحظات التي يأتي فيها أو يسدل الليل فيها ستاره على الدنيا لأجل أن يخلو بربه ينتظر الساعات التي يخلو فيها بيته من أجل أن يقف على سجادته ينتظر اللحظة التي يغلق على نفسه باب غرفته من أجل أن يناجي ربه ينتظر اللحظة التي ينام فيها الخلق لأجل أن يفتح مصحفهم الشوق إلى الخلوة والانفراد ليناجي ربه ويتلو كتابه ويدعوه ويحدثه قال بعض الصالحين في دعائه يا من آنسني بذكره وأوحشني من خلقه من أجل هذا قالوا أيها الإخوة علامة الإفلاس الاستئناس بالناس مثل ما رأيت نفسك ما تستطيع أن تجلس إلا مع الناس ما تستطيع أن تخلو من التواصل مع الناس معناته القلب مفليس لأن القلب يحب أن يخلو بربه من علامات الأنس بالله الشوق إلى الخلوة والانفراد ليناجي ربه ويتلو كتابه ويدعوه ويحدثه قال بعض الصالحين في دعائه يا من آنسني بذكره وأوحشني من خلقه قيل لرابعة بمن الت هذه المنزلة قالت بتركي ما لا يعنيني وأنسي بمن لم يزل معي وكانت تقول راحتي يا إخوتي في خلوتي وبلائي كله من جلوتي كل ظلمة القلب كل الران الذي يقع على القلب كل النكة السوداء التي تتراكم على القلب كلها من الاختلاط بالناس هذا يكذب وهذا ينظر إلى الحرام وهذا يغتاب وهذا يخلف الوعد وهذا يعتدي على أموال الناس الاختلاط بهؤلاء الناس الروح تتأثر بمن تجالس لذلك أنسها بالخلوة بالله تعالى قال عبد الواحد ابن زيد مررت براهبين فقلت يا راهب لقد أعجبتك الوحدة فقال يا هذا لو ذقت حلاوة الوحدة لست وحشت من نفسك حلاوة الوحدة إذا بدك تذوق أيها الأخ أيها الأخت مطلوب سيمر معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بس مطلوب أن تذكر الله عز وجل تكلفاً وتطيل الذكر اجلس وحدك في طرف المسجد اجلس وحدك في بيتك اجلس وحدك في غرفتك اجلس وحدك في هدأة الليل واذكر الله أول ما تبدأ تبدأ متكلفاً ومستوحشاً ومنزعجاً لذة الأنس فإذا فبدت ذقت لذة الحب قيل له يا راهب لقد أعجبتك الوحدة قال يا هذا لو ذقت حلاوة الوحدة لستوحشت من نفسك ما من الناس من حالك تستوحش تتمنى أن لا يبقى منك شيء إلا شيء يقربك إلى الله عز وجل الوحدة رأس العبادة قلت يا راهب ما أقل ما تجده في الوحدة قال الراحة من مدارات الناس والسلامة من شرهم أقل ما أجده بالوحدة بسلم من شرور الناس وما أبدأ يتكلف في مداراتهم قلت يا راهب متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى قال إذا صف الود وخلصة المعاملة فيه إخلاص وفيه حب يغمر القلب لرب العالمين قلت متى يصف الود قال إذا اجتمع الهم فصار همًا واحدًا شو هو الهم الواحد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ما عنده هم في الدنيا يعني ما له آكل هم الأكل تبعه لا مؤاكل هم شو بده يشتري الأولاده على العيد أو واعي لا مؤاكل هم ليقوم رفيقي ما عند يجي لعندي لا مؤاكل هم أن الناس ما سفأت لي ما حبتني لا لكن شو همه همه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إذا صار هذا الهم قال صف الود بينه وبين ربه فإذا اجتمع معه الإخلاص وقوي إخلاصه ذاق الأنس قال بعض الحكماء عجبا للخلائق كيف أرادوا بك بدلا عجبا للقلوب كيف استأنست بسواك عنك عجبا للخلائق كيف أرادوا بك بدلا تجد بعض الناس حتى صلاته التي هي خلوة مع ربه والتي يقول في مطلعها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض يعني وجهت ذاتي لله حتى في صلاته يسرع فيها ويخف لأنه يريد أن يكلم فلانا بل وهو داخل الصلاة يبيت ماذا سيقول لفلان بعض الصلاة قال عجبا للخلائق كيف أرادوا بك بدلا عجبا للقلوب كيف استأنست بسواك عنك علامة الأنس بالله تعالى أربعة ضيق الصدر من معاشرة الخلق إلا مخالطة ترضي الرب وإن خالط فهو كمنفرد في جماعة والشوق إلى الخلوة والانفراد ليناجي ربه أما العلامة الرابعة الأخيرة الولع بعذوبة الذكر الولع متولع بذكر الله تعالى متولع بلذة الذكر بذكر الله تعالى مر النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير مع أصحابه فمروا بجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون قالوا من المفردون يا رسول الله قال المستهترون بذكر الله تعالى المستهترون يعني المولعون بذكر الله تعالى عنده ولع عنده شوق عنده حنين عنده تهفو نفسه إلى ذكر الله تعالى ذلك بتلاقي الذكر أنيسه وصديقه بتلاقي مسبحته دائما بإيده بتلاقي عددته دائما بإيده وإذا ما في مسبحه وما في عدده بتلاقي دائما يحرك أصابعه في الذكر يعد أذكاره إذا ما حرك أصابعه فهو يحرك فمه إذا ما حرك فمه فهو يحرك قلبه بذكر الله تعالى الولع بعذوبة الذكر أنشهد بعض الصالحين يقول الأنس بالله لا يحويه بطال واحد عطال بطال آعد دائما يضحك ويلعب مع الناس صعب كثير أن يأناس بالله تعالى واحد من الشيوخ مر على تلميذ من تلامذته فشاهده جالسا مع أصحاب له يسامرهم ويمازحهم فيما يبدو بأنه مر أكثر من مرة فشاهد نفس المشهد فغضب الشيخ وانزعج التلميذ لاحظ بأن شيخه انزعج منه لحقه يريد أن يستفهم منه عن سبب انزعاجه فقال له صرت مناخ البطالين شو كل واحد عطال بطال فاضي وراضي بيقول لك فاضي جاينا عندك فأنت المكان الذي يرتع فيه البطالون وإذا واحد كان مناخا للبطالين يصعب عليه وربما يستحيل أن يأنس بالله تعالى الأنس بالله لا يحويه بطال وليس يدركه غر وعطال السالك إلى الله عز وجل يفعل ما قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذا فرغ مباشرة يقبل على الله عز وجل بل إنه يتمنى هذه الساعة التي يفرغ بها لكي يمضي إلى ربه وهذه الآية لها قراءة أخرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أنصب يعني أنصب قدميك في العبادة والإقبال على الله عز وجل الأنس بالله لا يحويه بطال وليس يدركه غر وعطال والآنسون رجال كلهم نجب كلهم أذكياء كلهم نجباء كلهم وفقون كلهم عقولهم راجحة لأنهم آثروا الباقي على الفاني والآنسون رجال كلهم نجب وكلهم صفوة لله عمال شغيل عاملون مجتهدون باذلون أوقاتهم للقرب من ربهم هذه أيها الإخوة علامات الأنس بالله تعالى الأربعة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتحدث كيف يصل السالك إلى منزلة الأنس بحضرة الله نسأل الله عز وجل أن يؤانس قلوبنا بحضرته نسأل الله عز وجل أن يشغلنا به عمن سواه نسأل الله عز وجل أن يجعل الذكر أحب إلينا من الماء البارد على الضمأ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام والحمد لله رب العالمين